الله أكبر المشهد العراقي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم فضمن الحملة التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بداعش تشن مقاتلات أمريكية غارات على التنظيم في مختلف المواقع آخرها قرب سد حديثة في محافظة الأنبار مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون يقول إن الضربات تهدف إلى منع من وصفهم بالمتشددين من تهديد القوات العراقية التي تسيطر على السد الواقع غربي البلاد هذه الخطوة تأتي في إشارة إلى طلب الحكومة العراقية لحماية مصالحها والمنشآت الأمريكية من أي تهديدات وذلك في ظل تقدم وسيطرة تنظيم داعش على عدد من المدن العراقية والمعابر الحدودية وتأكيداً للجهود الدولية لمحاربة تنظيم الدولة خلصت اجتماعات النيتو الأخيرة إلى اتفاق الولايات المتحدة وتسع دول من حلف شمال الأطلسي أن تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديداً خطيراً على الدول الأعضاء في الحلف متعهدة بالتصدي له والتديق على موارده المالية وملاحقته عسكرية إضافة إلى ذلك جهود أمريكية مع جامعة الدول العربية تسعى لاتخاذ الجامعة موقفاً أقوى في التحالف الذي يتم تشكيله حالياً للتصدي لتنظيم الدولة حيث شدد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في اتصال هاتفي مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي على ضرورة تفعيل خطة عمل لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وتشفيف منابع تمويل التنظيم التحديات التي تواجه الأمن والسلم العربي يفوق بمراحل الخطوات التي خذناها هذه التحديات الجسام لا تترك لنا طرف الانتظار والتأقلم التدريجي على رؤية وطرق عمل سبقتنا لها المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى كل هذه التحركات والتحالفات تبقى بعيدة عن أي موقف رسمي وسياسي واضح للدولة العراقية التي تعيش حالة من الإرباك في ظل انقسامات وصراعات القوى السياسية المختلفة عدا عن التراجع وعدم السيطرة الميدانية على الأرض مصعب الشريف قناة اليارموك